وفي تصريحات تلفزيونية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن افتتاح مركز التصنيع الرقمي بالهيئة العربية للتصنيع يهدف إلى تعميق التصنيع المحلي ويحتوي على أحدث الماكينات أوضح مدبولي أن المركز يعمل على تصنيع مضخات وطلمبات المياه التي تستخدم في مشروعات الصرف الصحي افتتاح هذا المركز شديد الأهمية لتعميق وتوطين الصناعة المحلية وهو الهدف اللي يعني يوجه به فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وكل أجهزة الدولة أن احنا نشتغل عليه اللي احنا النهاردة بموجودين فيه هذا المكان عشان نعرف بس أهميته أن هذا الصرح الجديد هو يحتوي على أحدث وأعقد الماكينات اللي وصل إليها وصلت إليها التكنولوجيا العالمية في تصنيع كل مكونات حاجات كتيرة قوي ومنها وهو الأهم بالنسبة أن احنا يعني تحكم العمل الكبير اللي مصر بتعمله موضوع مضخات وطرنبات المياه اللي بتستخدم في محطات تنقية المياه محطات الصرف الصحي محطات الصرف الصناعي وده طبعا يعني في إطار طبعا المشروع القرن مبادرة حياة كريمة احنا النهاردة يعني احتياجتنا من التولمبات يعني أرقام هائلة سنويا يعني احنا بنحتاج على الأقل مش عايزة أقول الرقم ولكن من 2500 إلى 3000 تولمبة سنويا التولمبات دي كلها كنا بنستوردها قبل كده وحضركم تتخيلوا العبء الدولاري اللي ممكن يبقى علينا عشان كده يمكن كان توجيه في خمط الرئيس ان احنا دخلين في هذا البرنامج العملاق اللي حيستمر بعض الوقت والأهم ان بعد ما بنتخلصوا حيبقى هناك دائما حاجة لأعمال صيانة وتغيير قطع غيار وتجديد وإحلال للطولمبات فمش هينفع ان احنا نفضل نعتمد على المكون الأجنبي ترجمة نانسي قنقر